اهلا بكم في النشرة الاقتصادية كشف المدير تنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف للبحوث والتعليم والتدريب سيد خالد حمد عن بدء المرحلة الثانية من برنامج تدريب جيل المستقبل من المديرين التنفيذيين خلال الشهر القادم وذلك كجزء من المبادرة المشتركة بين مصرف البحرين المركزي وصندوق الوقف وصرح السيد خالد حمد للنشرة الاقتصادية أن هذا البرنامج تدريبي يهدف إلى تحقيق تقدم سريع وأعداد جيل واعد من المديرين التنفيذيين لتوجيه الصناعة المالية الإسلامية في الاتجاه الصحيح مؤكدا الحاجة الملحة إلى هذه الصناعة لضمان شغل الكفاءات البحرينية للمناصب القيادية تم الاختيار على جامعة كندية وهذه الجامعة اسمها آيفي جامعة آيفي في ترونتو وهذه الجامعة زين فيها طبعا أنه كان عندها مركز في هونغ كونغ يغطي الجانب اللي هو شرق آسيا والصين وأيضا عندهم المركز الرئيسي في ترونتو الحمد لله الفريق يعني أو الأشخاص اللي اخترناهم تجاوزوا المرحلة الأولى اللي هي كانت في هونغ كونغ ترجمة نانسي قنقر